أهلاً من جديد مشاهدين العزاء نبني ونتواصل معكم عبر الصباح الشروق على الهواء ويزدر التواصل بيننا وبينكم دائماً تحية لكل الذين انضموا إلينا الآن للمتابعة تحية فريق العمل لا يمتد كما يمتد التجوال في كل بكان في أرض هذا الوطن الحبيب السودان الذي نظر الله سبحانه وتعالى دائماً أنه يديم عليه نعمة الأمن والأمان ونعمتي أيضاً الصحة والعافية والسلامة والسلام بكافة أشكاله نذهب بكم مباشرةً عبر تجوال كبيرة صباح الشروق كما عودتكم أنه تتجول في كل مكان وتذهب عبر جغرافي الزمان والمكان إلى مختلف المدن والقرى والحلال في السودان هذه المرة إلى سواكن أو سواجن أصالة وتاريخ هناك نتابع هي مدينة الأصالة والمعاصرة سواكن نكهة تاريخية تتحدى الزمن والتي تحتضن الضفة الغربية لشواطئ البحر الأحمر الساحرة في حميمية بالقة العذوبة تبعد عن مدينة بارسودان 56 كم حيث لا يعرف تاريخ محدد لتأسيسها واطلق عليها اسم سواجن لاعتقاد ما بأن سيدنا سلويمان كان يسجن في هجن المتمرد على سلطاته أو أوسوك بفق لفظة للبياء سكانها الأصليين هي ذات المدينة القديمة التي بنيت فوق جزيرة مرجانية قبل أن تتحول منازلها إلى آثار وأطلال المدينة ربطها البعض باليونانيين والبيزنطيين والإيطاليين والهنود وصينيين والعثمانيين والبريطانيين والرومان وبلاد الأحباش والشفى جزيرة العربية وارتباطات أخرى بالعباسين والأمويين لكن سواكن الحالية تبدو أنها تأخذ طابعا مزيا بين الماضي والحاضر حيث البنك الأهلي وقصر خرشيد وبوابة كتشنر وقصر الشناوي وابن الجمارك الذي يعود تاريخه إلى أيام الحكم العثماني أما تاماي التي تقع بالقرب من سواكن فهي حكايات طويلة تروى عن بسالة سودانية خالصة في معركة سمضت فيها قوات الأمير عثمان ديجنة في وجه مدافع الاستعمار الإنجليزي ودافعت دفاعا مستميتا حماية لبلادهم وتشهد على ذلك مقابر شهدائهم ونصب تذكاري للجند المجهول الذي صممه على مؤثر بريطاني يدعى بول ومن تاماي إلى سواكن التي شهدت آثارها هي الأخرى عمليات ترميم عبر خبرات تركية تعاونها أياد سودانية بفق مواصفات قياسية واشتراطات عالمية إضافة لرعاية رسمية وفرتها سلطات بولاية البحر الأحمر سواكن كل شيء فيها يدعو للفخر والعزاز الآثار المتهشة والمساجد العتيقة والمحلات التجارية القديمة ثم المنازل التي بنيت بتراز معماري يتهش السائحين والزائرين ورغم تعقب السنوات وتقلوات الأجواء والمناخات تبقى المدينة تعطي الآخرين دروسا في عراقة التاريخ السوداني